هذه واحدة من آلاف البنايات التي تحطمت جراء الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة الجنوبية لتركيا مثلما تشاهدون أغراض ومقتنيات سكان هذه الأحياء لا تزال على حالها ولا ندري أين هم من كانوا يملؤون هذه الأحياء بالحياة الأطفال الرجال النساء منهم من فارق الحياة ومنهم من غادر المكان ومنهم من وجد نفسه الآن يلتحف السماء في خيمة بأقل الإمكانيات السكون الصمت هو وحده من يسكن هذه الأحياء الآن لكن الهزات الارتدادية التي أضحت قوية وتحولت إلى زلازل هي وحدها من تكسر هذا السكون لتبدأ هذه البنايات الآيلة للسقوط في أي لحظة بالتصدع مجددا ونسمع بين الفينة والأخرى سقوط أجزاء من هذه البنايات ما يدفعنا إلى الرحيل بأقصى سرعة من هذا المكان عبد القادر خربوش لقناتين العربية والحدث من مدينة هاتاي جنوب تركيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر